الشاب بن شارقي هو طبعا كابتن مار همام حسم الأمر وقال لك أن الناد الأهلي مش من سياسته أنه هو هيدخل في لعيبة موجودة في الزمالك أو كانت موجودة في الزمالك وكان الكابتن محمول الخطيب أعلن عن ده في وقت سابق أنه هو مش هيدخل في مفاوضات مع لعبين أو استراتيجية الناد الأهلي والسياست الناد الأهلي مش هتدخل في مفاوضات خاصة مع لعب موجود داخل الناد الزمالك لكن خلينا أنا أتكلم من ناحية الفنية الشاب بن شارقي ولا أحمد رفعت أحمد رفعت لعب فيوتشر الأفضل للنادي الأهلي في الجناح الأيسر ولا الاتنين لا ولا أنت شايف حرتك حد ثلاث خالص لا نتكلم على الشاب بن شارقي أنا وكوجة نظري مش هيفيد النادي الأهلي هو لعب كبير هو لعب مهاريا عالي جدا لكن سياسة الناد لا أنت النهاردة بقاله سنة مدنيش مداش نادي الزمالك اللي أنت ماضي معاه ومجددلك وندلك فلوسك المتأخرة والرجل اللي احنا عملينا نتحايله عليك بقالهم سنة أن أنت تجدد فبالتالي أنت مبالك سنة يمكن أنت كمان استبعدت من القايمة بتاعت من المنتخب من المواتش مالي مغربية يعني إذا أنت خارجي الحسابات فأنت النهاردة عشان تدي النادي الأهلي أنت داخل جايب مشاكل من نادي كبير حاجة تانية أساسة النادي الأهلي زي ما قالك الكابتن مهار استحال يفكر فيه لأن أنت عندك لعبك ويس جدا لكن أنا بقولك كمهريا لأ بنشارق العيب جامد ولعيب كبير لكن بالمنظر ده لا ده مش احتراف أنت النهاردة عشان تتعامل لا تبقى موجود في ناديك وبتلعب وبتأدي بشكل كبير جدا لكن المستوى بتاع منشارق في الفترة اللي فاتت لا يليه إذا قرار الإدارة هيمشي كان قرار صحيح بعدم بالإعلان عن عدم التجديد اللي بنشارق بص يا نادي الزي مالك نادي كبير كل القرارات اللي اتخذت قرارات محترمة بصرف النظر عن ولائك إيه وقت وانت ما أكلم لأنت لازم تعيد تصحيح المصار من أول جديد أنا مش ماينفعش العيب النهاردة يبقى عندي وعندي مشاكل وما بتكسبش لا وبتخسر وبتطلع من بطولة وانت كنت بتتمنى ان انت تاخدها وبتتشرط على النادي كمان ان انت تاخد فلوس لا ده صعب جدا ياخذ حتى فيه احترام ان انا أعود مع رئيس النادي اجي اقوله ان انا ممكن مش اجدد ده بنا بفكر ويبقى المنظر حلو لكن انا كرئيس النادي استناك وما الجيش دي مشكلة كبيرة جدا النهاردة كمان نادي الزمالك لازم ما يقفش على حد لا هو ولا نادي الاهلي النهاردة ما بتقفش على حد ما بتقفش على لعيب النهاردة زي ما احنا بنقول زي ما انت بتاخد الديني النهاردة انت بتطلب وبتاخد وبتعمل لانت ما بتجيب ليش كلهم بطولة انت خارج من بطولة افريقيا النهاردة لما الجماهير بتهيج على اللعيب او بتزعل من اللعيب ده حقها لان هي اللي مكوية بالنادي لان هو الجمهور رقم واحد في النادي لان كل بيبقى ماشي الا الجماهير اللي بتحب النادي سواء اهلي او زمالك او مصري او اسماعيلي هي اللي بتموت فانت النهاردة لما بتفكر لا نادي زمالك نادي كبير قرارات في منتهى يعني مش عايز اقول يعني قرارات محترمة جدا الحاجة التانية الاحسن ان انت كمان انت ماضي معهم فاخدتهم في القائمة بتاعتك ان هم يلعبوا لان انت هم عليهم ده الدور اللي على العيد الزمالك الوقت حتى اللي هم استبعدوا او ان هم مش هيجددوا او مش هبتموجود لا انت الاخر لحظة انت موجود في النادي ولازم تلعب ولازم تقدي ولازم تكسب نادي زمالك في الماتشات الجاية فيه ناس تقولك انت صراحين والماتش اللي جاي تحصيل حاصل فيش حاجة اسمها تحصيل حاصل انت نادي زمالك نادي كبير ليه هبته في افريقيا فبالتالي وكل شيء وارد في الكورة اسلام ان انت ممكن تكسب بيترؤات لدكو ودي ارصة ودن من المستشار المرتضى مصور لبعض لعبت الزمالك عشان يعرفوا ان قمت الزمالك كبيرة جدا او ما بتقفش على حد وانا شايف ان هو ممكن يكون عنده احتياطي من اللعيبة اللي هو ممكن يتعاقد معها ويجيبها الفترة اللي جاية لا تكسب نادي زمالك والعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة